ادا له عايز ايه؟ ادا له يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايضة في العلاقة حاجة يعني مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر ادا له زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوي بدا يركز مع شريكه اوي ده يهتم بيه وده يعوضه حاجة حلوة جدا فالدلو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوة اوي اوي الدلو شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير طعنات كتير 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 مش حارفه ازا كانت الطعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وانه هو زي ما تقوله تغدر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله أخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بر لكن الدلو حاسس بألمك حاسس بألم شريكه سوري الدلو حاسس بألم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل إيه الشريك واضح ما هو حاطل نفسه هدف ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وأنا حاسس أن الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض أن الدلو زعل شريكه في حاجة بس الدلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو إيه بيسمحه بيقرب منه أكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف أنه هو قدى الدلو كتير قوي أو يعني ما أصرش على أقل معاه بحاجة ونفسه بقى في تعويد واضح أن الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من أغلط وابتدى أنه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو إزاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف أخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواه سمكة السمكة دي عطاء ورمز للخير يعني ما أقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح أن الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف إمتك ونوي صلح وإنت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي أنت بتعمله حاليا إنك إنت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل إيه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة أو بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة إنتم مش متعودين عليها الدلو بفعلا نبتدى يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة إيه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشل زي ما أنا كنت تفاكر لا ده فيه صافي بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستمين موليد الناس اللي لسه مجاوزوش ده زواج إتمام زواج وإتمام خطوبة والناس اللي مستمين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتوا متجوزين الراديو عندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة ونقية جدا حاجة عطاء عمالين تدو كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ما شاء الله ويعني أنا عايز أقول لكو أنا معاكم والقراف فعلا انتم تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله والحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حلو قوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح أنه ضلط في حاجة أو أثر في حاجة على الأقل على الأقل تقدير وبيحاول يبين أنه هو مش عايز يعترف ما بيعترفش انتوا عاكمين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين أنه هو تمام أنه هو مغلطش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يبتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوي وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة طعنات اتهارة طعنات طعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة أن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز إيه كمان عايز تعويض بقى عايز بكتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير قد دعم كتير للدلو فعايز بتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعاليا ان هو يصلح وابتدى يدي وطاقة ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكوا داخلنا ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عمليين ترسيمه خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا يمشوا خطوة خطوة ان شاء الله طريق طويل ويتكملوا دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد اتمام زواج او اتمام قطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده ما فيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم يعني بستو بقى حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دل ايه هي حالتك يا دل وشكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخلك خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهي في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء تذكرت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتاج بتديله كان دك كرم زي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقت حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه معملوش خطوبة شكل فيه خطوبة وفيه اتمام راسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر مرور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفارية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع مزلقة اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فهي فيه حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا تلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة انها تهد البيت فيه خطة النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراحة طيب ايه العقبات اللي مقبلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هي تبقى مش عارف تتعامل مع الزي نصحتي ليك تعامل معاه بالجرأة بص هو ايه لي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وجاية غصبة عنك انت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحارف الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والوحن بيجعفش صرف فيه اعمل ايه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفهول ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او بتتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالع بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عيرها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها شهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة قوي كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هي تتتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم بيه مش بس مهتم بشغلك وهبقيت تهمله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في الناحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة او تجنب الخطوات الكبيرة او اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارف ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل قوي لمستقبل بعيد بالشكل ده اه وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده اه ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على اقل تقدير يعني اننا تكتب مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة اه ايه اللي انت محتاجت على تنقو هذا الشعر الشوية يعني مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان ده نمسك ايه امسك ايديك شوية يا جلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاجت على تنقو الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ام ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده ام مش لحاجة علشان اتليست حس يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين انا بالنسبة لي اي ايد نزلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت ما فيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو اللي حيستجيد بالوقت مش لو مثلا المشكلة هو وقع بينك وبين شريك